عملية إحصاء نموذجية أطلقتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على مستوى ست ولايات لتعمم العملية عبر كل مناطق الوطن تحضيراً للإحصاء العام للفلاحة الذي سيمنح رؤية أوضح للقطاع إلى جانب وضع أنظمة إحصائية لمتابعة وتقييم الأداء الفلاحية أبتداء من اليوم 18 فبراير إلى غاية 3 مارس 2024 هذا الإحصاء سيشمل في البداية ست مناطق من ست ولايات اخترت منطقة عين زجيمر بأدرار عين الناجة ببسكرة عين إبل بالجلفة الدرعان بالطرف وحمر العين بالتبازة اخترت هذه المناطق لأنها تعتبر مناطق نائية مناطق رعوية يصعب فيها تحقيق الإحصاء وذلك لغرض التحقيق في نجاعة هذا المخطط وتحديد الوسائل البشرية والمالية والتقنية التي يجب تسخيرها تقييم المخطط العملياتي للفلاحة ورقمنة المعلومات الخاصة بالمنشآت والمستثمرات هي الوسيلة المثلة لتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية الظروة الحيوانية وتنميتها بطريقة مستدامة وعلمية بالرقمنة يمكن تحسين كل الأزمات التي يعرفها القطاع الفلاحي حاليا وخاصة في الشعب الحيوانية لأننا نجد اليوم صعوبات في تسيير شعبة الدواجن شعبة اللحوم الحمراء والزراعات الاستراتيجية تحسين الإحصاءات الفلاحية والغذائية لتلبية الحاجيات الخاصة بالمعلومات الضرورية لاتخاذ القرار وتطبيق أحسن لورقة طريق القطاع نظرا لأهمية معرفة المنشآت والمستثمرات الفلاحية التي تدخل في الإنتاج الفلاحي ترجمة نانسي قنقر